موسيقى يساعد لي أبعاد تكون أحلى صبايا كيف كون إن شاء الله تكونوا بخير يا رب أنتم عم تحضروا فيديو اليوم اليوم هيك عم بلش معكم بفنجان قهوة بعرف من أصر هالفترة وهكي عم طول عليكم بالفيديوهات بس تعرفوا هيك الضغط قبل رمضان وبالتحضيرات يعني وهي الشغلات فكله بياخد وقت ومع التصوير بياخد وقت أكتر فقوموا وعملوا فينجان قهوة وأي شيء أنتو بتحبوه ساحصعوا هيكي لنبلف مع بعض بهذا الفيديو بالتفريزات رمضان يعني من أهم تفريزين لرمضان أنا باعتمدون هشارككم فيهم بإذن الله وقبل كل شي حاب أذكركم تحطوا لي لايك إذا ما حطيتوا إذا كنتوا جاعة عم تحضروني لا تنسوا تشتركوا تفعلوا زر جرس عالكلة حتى توصلكم بديوهاتي أول بأول وكل جديد هذا الاسبوع سي لم قانستني بالبيت قانستها هيك مرضانة فام عطلة فضلت معي كل الاسبوع بالبيت عم تونستني وعم تنق تعرفوا يعني انتو هذا لابد منه نزلت انا وياها هيك على السوبر ماركت واخدنا الغراض اللي لازمتنا حعمل لانه الكبة المقلية او اللبنية بتصير يعني بدون هبرة وبدون ماكينة وهعمل كمان عجينة الرأي السمبوسك الاصلية وحشوتها بهذا الفيديو مسر على المقاطع شوي تعذروني مشان شارككم الطريقة كاملة يعني بدون ما احزف منها مقاطع للي يعني يحابين تعلموا الطريقة انا مع معلمكم ولا شي يعني مع يعني مو اصدي التعليم انا اصدفت فقط الافادة ممكن حدا ما يكون بيعرف اي الطريقة اول الشي بدنا كاستين برغل ناعم اه من هاد الاشقار وبدنا كمان كاستين اه اه فرخة اللي هو السميد الفرخة كاستين بكاستين بحط لهم هيك شوية ملح يعني اه نص معلقة ملح الصغيرة وبدنا مي صخنة الاربع كاسات بدي حط لهم ثلاث كاسات مي وبترك الكاسة اللي بقيته من العيار وقت العجن بيستخدمها هلا بحط لهم ثلاث كاسات تركن تقريبا نص ساعة هيك بغطيهم لحتى البرغل هيك ينفوش ويستوي وبين محطين فوش البرغل هيك ينصها اتركوا على جناب هامل حضر الحشوة اللي هي بصل ولحمة بس فقط ما بدنا اكتر من هيك ممكن للكبات اه حطولها جوز يعني اه جوز هيك مفروم ناعم انا افضل ما حط لها شي لانه بتيحطه بالفريزة لو اني عم بعملها تازة يعني بنناكلها انه بطبخ الطبخة كلها مشان ناكلها يعني فبحط لها حطيت انا هيك بس لطين كبار لكيلو لحمة نعمة وحطيت اللون قرفة وملح وفلفل بس هدول اللي بحطون انا الكبه القرفة هيك مشان اللحمة والطعمتها يعني بتعطيها طعمة طيبة وملح وفلفل بقليون كتير منيح وتأكد انه هيك يستوي لانه شفتوا الكمية كبيرة على المقلاية معني استيخد انت اكبر اه يعني مقلاية عندي بس اه ما شاء الله طلعوا اكتار عليها اللي هون غطيتهم تقريبا خمس دعاي عشان اتأكد انه نستوي حطيتهم على جنب بقى بين ما يبردوا بدي اعزن البرغ اللي يستوي عندي اه بضبات ملح العجينة يعني تقريبا هي العيار كله عندي بياخد معلقتين كنت ضايفة اول شيء معلقة صغيرة وقت اللي نقعتهم بكمل العيار تبعي معلقتين بياخدوا ملح وحطيت معلقة فلفل كمان وحطيت مرضعوش او برضعوش كتير طيبة جربوها بعرف في عالم كتير تستغرب منه وفي عالم ما بتستخدمه بس انا يعني مجربته كتير طيب ومنحط الله بصلة يعني مبروشة ومنحط الله ياها انا بحط البصلة بس وقت بدي اعملها مباشرة يعني للطبخة نفسها بس اما ازا بدي فرزها بفضل ما حط بصل انشان ما يعطي لي البصل هيك طعمة مو حلوة بعد ما عجنتها شغلت عشر دقايق بكاسة المي هي صرت نزل عليها شوي شوي حطيتها عجنتها خمس دقايق هيك على المجلة على الارخامة لحتى مسكة منيح ما بتعزب العجينة ابدا حطيتها بالبرات بس شغلة عشر دقايق شان ما تعزبني بالشغل وبعد منها بقى بدي بليش شغل فيها اخيت اطعم من العجينة هيك كورتانة المالكون شايفين حتى يطلعوا كلهم هيك بقياصات واحدة الكبة وحطيت الباقي شان ما ينشف والمطبخ عندي بارد يعني حطيت التدفئة فيه شان ما تنشف الكبة اما اذا انتم في تدفئة غطوا هيك بقى ماشة مبلولة متل ما لكم شايفين حطيت معلقة نشا وشوية مي قدام مني شان سكر فيها الكبة اه حبيت شارككم طريقة كيفة بقرس الكبة في كتير بنات بيستصعبوا القصة بصية شغلة كتير سهلة بس بديها تجربة ممارسة بتزبط معكم يعني بعد ما بكورون انا هيك بحط على سبعة او على ايدي كف ايدي كمان من الخليط النشا والمي وبصير بضغط ب بكف ايدي وباصبعتي يعني اصبع بضغط فيه وقلب ايدي هيك بضغط يعني ضغطة بسيطة فلحالة بتتشكل وتصير هيك بنجوه كتير اه رياء وانتم بتحكموا بالسماكة تبعها اه في عالم بتساوية اه بخيارة او بجزرة او بشي يعني لانه ما بيعرفوا يعملوا بالاصبع بس هي صدقوني على الممارسة يعني كم قرص تطلقوا حالكم هيك اه صارت سهلة معكم وبدأ تكون اصلا عجينة الكبة نعشها يعني ما تشاقق معكم الكمية اللي بدي فرزها هيك صفيتها بالصينية وحطيتها بالفريزة بدي تركها لحتى تجمد وتفرز هيك كلها من قلبها من جوه يعني هاتركها للمسا خليت شوي كمان لحتى نقلي يعني بالمرة انه ساويت فرزت وفرزت بقلي هيك كم قرص كبة مش عما اكلها ما طبخة اليوم وبساوي جنبها شورة بقليك هلا بنزل اول شي قرص انا لحتى هيك ياخد الزيت على الكبة ما تفرط عندي الكبة وما بكتر بقلب الزيت لحتى ما تفرط كمان الكبة معنا عجينة ناش حمية بالمية بصحكم عن جد جربوه اللي ما بتنجح مع هالكبة بتشوفو كيف من اول مرة بتنجح معكن وبتطلع مقرمشة وشهية متل كأنكن عاملينا بهبرة وفارمينا بماكينة وما بتفرق معكن يعني وحتى طعم طبن اللي بيحطولها خبزة وبيحطولها بطاطا ما هي ما بتفرقوها عن اللي برغل على الحل جربوها بنصحكم كتير فيها ترك طنبل الفريزر تقريبا شي خمس ساعات لحتى هيك تلج وكل لون بتحسونك صاروا شقفة واحدة هو المقصد بهاي التتليجة حتى ما يعني ما تنتزع التقريص طبعهم يعني او يخربوا ويفتحوا فبهاي الطريقة هيك منحسن نخزنهم متل ما بدنا بتحسنوا تحطوهم فوق بعضهم بكيس بتحسنوا تصفوهم هيك بكيس اللي بتكون يا حسب المساحة انا اول شي هيك حطيتهم عبيتهم فوق بعضهم بعدين لقلت خليني يصفوهم جمب بعض لحتى ما ياخدوا مساحة عندي لانو السبدي فرز عندي سامبوسك فبحطهم هيك بجنب بعضهم يعني وحطيت بكل كيس تقريبا عشر قرار وبس بدنا نقلية بنطلع عضغري على الزيت يعني ما منترك اللي حتى تتفك تلجة وحتي ما اعجق حالي هيك باقفة مطبخ لااكلتين تلاتة بتفريزات فعملت الكباب يوم تاني يوما عملت السامبوسك حطيت 3 كاسات طحين وحطيت لهم معلقة باكينك بودر ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة باكينك بودر صغيرة وبدون مي ما بدون ياخدوا مي كتير هنين هل هون حطيت كاسة مي أنا وبعد منها حتجت تقريبا ربع كاسة كمان هيك رش رشتة وعجنتون لحتى يكلمت العجينة معي هل هون بعد ما لميت العجينة بحط لها تقريبا معلقة زبدة بحرارة الغرفة وبعجنة بس لحتى كصارت معي ناعمة كمان شي خمس دقايق بعجنها بتصير معي هيك ما احلاها بمريحة عشر دقايق على جناب بعدين بي بليش تغير فيها هلا هاي العجينة برمضان كتير بتنتشر هاي عجينة السمبوسك بس المشكلة انه بتنفيد يعني وقت بتكون ياها ما بتلاقوا منها او مسابقون توصوا توصاي عليها فهاي العجينة اللي عم شارككم فيها هي عجينتها ممكن تفرزوها هي وعجين وممكن تحشوها وتفرزوها انا فرست للطرفين يعني هلا بعد ما عجلناه وريحناها هيك عشر دقايق هيك وصارت معي العجينة تمام حطيت قدام من الطحين ونشا وبيدي زيت باخد قطع هلا انا قطعتهم هون هيك قطع متساوية كلها مع بعضا لحتى يطلعوا كلهم اياس بعد تقريبا وقت الفرد طيك بفردها شوي بشوي تطحين يعني كل قطع بفردها هيك بس شوي نتفيد الطحين يعني بوق وتحت لحتى يسهل علينا لانه هي عجينتها شوي بتجي ماكنة هيك قاسية مو متل العجينة المعجنات اللي بنعملها بتجي طورية لا بتجي شوي قاسية لانه مشان تشد وتصير هيك رئية وقت العجن ولا بعد ما بفردهم كلهم تقريبا بعمل كل خمسة او ستة مع بعضون لحتى يستووا على الغاز وقت بنسوية هي العجينة ما ما يضلوا معجنين ولا بالفرشاية اه بدهان زيت نباتي على وش كل قطعه وبحط نشا النشا كتير مهم مشان الفرد ومشان يفرق الطبقات عن بعضهم ومتل ما شفتوا الوشين طبقتهم عن بعض يعني كل عجينة لازم وشا وقفاها يضل فيه اه نشا وزيت يعني كل ما بحطها هيك بتفقى الوش على الوش برجع على القفا بحط له زيت وبحط له هيك لحتى تخلص معي الكمية الخمسة او ستة طبقات بس مو اكتر من هيك لاتكتر له اكتر من هيك طبقات نضفت حواليه من الطحين والنشا لحتى كافردة براحتي وبتصير بك بس عليها بالشوبك هيك يمين وشمع بشكل دائرة بيحملها يعني اللي حتى اطلع هيك متساوية وبنتبه على اول طبقة واخر طبقة لانه على الفرد بيضلوا هيك بيع بيتنوا ويع بيرجعوا لورا فكل ما لقيتها هيك تانيت كل ما لبتلاقي تانيت هيك برجع بفردة وبفردة فوق اه اخواتها حتى يصيروا هيك كل لون سوية واحدة وقت بدنا نفرد الطبقات مع بعضهم اخر شي بننتبه انه يكون عنا مقلاية اياسهم يعني بتعملوا انتوا اياسها دول الطبقات باياس المقلاية واذا ما كان هيك يعني تكون تضطروا تقيموا منها العجينة او تقسموه بالنص فحيخرب منظرها لهيك والكون تروع وهي القصة. الى بعد ما حميت اكشرت خمس دقائق المقلاية حطيت اه العجينة هيك قلبة يعني يمين وشمال هيك من فوق ومن تحت شغلة دايقة بس من تحت تاخد مص دايقة ومن فوق مص دايقة. لحتى تلاقوا هيك صارت الطبقات عندي تفك عن بعضها تبلش تستوي يعني العملية كلها دايقة بتستاخد اه عن بعض اول ما منقيموا من عنار هيك دغري من نفلقون لحتى ما يلازقوا على بعض دغري بيبردوا هنين. بس اهم الشي انه هيك نفتحونا عن بعض بعدين نتركون بقلب بشكير او بقلب فوطة هيك تكون اه نظيفة. هلا الا ما يطلع على الاطراف اه شوية سماكة او ارنى معجنة او ارنى مفاردة معيك مضبوط فبس ما في مشكلة يعني اما بتقيموا الاطراف انتو وقت بتكون تقسموها او انتو ازا بتحبو يعني وقت اللي بنقطع بعض ما مقطعت وانتو عملوها اه تسمبو سكتلفوها يعني بتقيمو هاي الارنية اللي اسميكة. بتبعو التعليمات هاي بتلاقو معكون عجينة بتطلع بطير العقل هيك شفافة وناعمة وبتحسوها متل متل الشاش يعني رقيقة وهيك بتجلي. ما شاء الله من هاي الكمية طلع عندي اكتر من 28 اه رغيف من العجينة وهذا الرغيف طبعا ما حيتساوك لو قطعت سنبوسك كمان بدنا بدنا نقطعو. انا بفضل اطعو لمسلسات لحتى ما نروح من العجينة. اه فبهيك بقطعو اه اربع مشلسات. اه في كون تقطعو كمان ازا بتحبو مستطيلات كمان بيمشي الحال بس كون تعبو تكبو من العجين يعني اه زيادة ساعتا. هلا بنجي للف السنبوسك اكتر جزء ممتع عندي باللصة. اه متل ما شفتوا المسلس هيكي بنجناب و بناخدون على بعض بشكل بوري و بنسكرون كتير منيح بهاي العجينة اللاسقة اللي هي اه منحط معلقتين طحين و معلقتين مي مع هون يعني قد بقد و بنخلطون مني حيك ليتصيروا متل الصمغ بتحسو هون و بنحشي اللي بتكون ياها لان هون الجبنة حشيت حطيت جبنة اشقوان برشتة وحطيت معها جبنة لور هون تركيا بتشبه عنا كانت القريشة بسوريا اه او الجبن الناعمة يعني بس بدون ملحب تجي هاي حلوة بعد ما بحيك شكلهم كمان بسكرها من فوق متل ما سكرتها من تحت كمان بدهن الطحين عجينة اللي طحين وبسكرها اه اهم كتير انو مسكرها خاصة بالجبنة لانو الجبنة ممكن تسيح وتطلع على برها بالقلي وهيك واتبه هده للدنيا هلا فيكون هاي العجينة تحفظوها متل ما هي هيك بكياس وبالفريزة وفيكون بتحشوها متل ما حشيتها انا الاهون انا حشيت الجبنة وحطيت على وشهم شوية اه شوي من هاد الخليط اللاصق وحطيت حبت البركة اه لحتى تفرقون عن حشوة اللحمة لانو بدي حشي اللحمة زاعد عدي لحمة من الكبة فقلت بحشي فيها كمان السنبوسك وحشوة اللحمة بنفس الطريقة في عالم بتحط لحمة وبصلة لحمة وعفوا بقدونس بس في العالم بتحط لحمة بس يعني انا بس عندي اغا حشوة متل ما قلت لكون الكبة حطيت اللحمة والبصلة وحشيتها بس اهم الشي انو تكون مصفاية مية بالمية لحتى ما تنزع العجينة بالفريزة او تشأ شي او وقت القلي كتير هيك ينتزع منظرة فانا هوم صفيتة منيح كنت على على منخول ناعم وعدين بلشت بالحشي كمان السنبوسك حطيتوا شوي بالفريزة هيك لجماد وحطيتهم بعدين بكياس كمان هيك تقريبا كل عشر قراس حطيتهم بكيس وفردتهم ببعض كمانش عما ياخدوا مساحة مساحة لحتى حطتهم كلهم هيك بسندوق خاص بتفريزات الكبة والسنبوسك متل ما شفتوه شارك فارلا بعد ما عبيتهم بالكياس وهيك فرستهم حبيت لي كم قرص يعني ما بصير نعمل سمبوسك وما ندوءة يعني وهيك ارجيكم النتيجة النتيجة والطعمة كتير ضريفة وكتير طيبة شايفين النفخة هيك على وش الرأي هي بسبب باكينك بودر اذا ما حطيتوا باكينك بودر ما بتكون هيك هي النفخة القوية اللي بتعطي بقلبها الطعم كتير طيب غرام نسحكم هيك تجربوها وخصيص جبنة خليط هذا الجبنة كتير طيب طلع انا اول مرة بيعتمدوا بالعادة بحط جبنة بيضة عادية مع الاشاوان المرة حطيتها جبنة اللور مع جبنة الاشاوان المبروشة والبق تونس كتير طلعوا طيبين بصحكم تجربوها وراح حط لكم بسندوق الوصف رابط تفريزاتي لرمضان السل الماضية ايه سورة دك تسمعين نسيلا? الفاتحة. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انا اجمع اخوان الدين ايا ترمع بدو اياك نستعين نجد السراطة المستقيم سراطة الذين رمت عليهم المغضوب عليهم ولا الظالمين امي